وطبعا منورنا دكتور نور أسامة زي ما قلت لكم استشاري تعديل السلوك اللي هنتكلم معاه عن كتاب التدريبات الذهنية كتاب حضرتك بجد كتاب مهم جدا منورنا نورك ربنا خلي الحقيقة انه زي ما كنت بقول في المقدمة كبار وصغيرين يعني احنا مش بس صغيرين اللي بينسوا او الولاد اللي عندهم امتحانات بس اللي بينسوا او ولادنا بس اللي بينسوا احنا كمان بننسى احنا كمان محتاجين ننمي قدراتنا الذهنية فكرة القدرات الذهنية بشكل عام يعني احكيلي كده ديني كده نبز عنها شوية ايه اللي بيحصل ازاي بننسى ايه ازا كرة بتاعت مخينا ايه اللي بيحصل فيها اول حد بدأ في الدراسة المجال التدريبات الذهنية او البرينجيم كان انشتاين اوكي او ممت بدأوا يشوفوا عدد المصارات العصبية بتاعت مخه يعني ايه المصارات العصبية يعني مثلا بحفظ الوقت واحد زاد واحد بساوي اتنين الرقم ده بيتبنينه او بيتزلاله في المخ حاجة اسمها مصار عصبي او انبوبة فلما برجع تاني في الامتحان او في اي طلب عشان خاطر اخد المعلومة اني احفظتها بطلب انا عايزة معلومة فالأشياء العصبية بتروح للمعلومة اللي موجودة في الانبوبة او مصار عصب بتقولها استرجع هذه المعلومة اوكي فانشتاين كان بيقول حاجة لطيفة جدا زمان ان احنا ممكن نعرف يبقى مالتي تاسك نركز مع اكتر من حاجة في نفس التوقيت فساعتها بنعرف نقلل اي مشاتتات للانتباه ده لو ركزنا معك كذا حاجة في نفس التوقيت كذا حاجة طب هل احنا القدرات الزينية قالك هي عضلة الموقع عضلة اتعرف تمرنها تركز على حاجة واحدة الفترة طويلة هتتمرن هتعرف تمرنها اتركز على اكتر من حاجة في نفس التوقيت بنفس درجة الكفاءة هتعرف تنميها اوكي الفكرة بقى دلوقتي انا شخص طبيعي ممكن الاقي مثلا حد الجامع انا وانت انت مثلا متعرفي تركز حاجة فترة طويلة حتى لو فيه مؤسرات او مشاتتات للانتباه فيش تشيط خالص انا بتشتت دي فروق فردية دي فروق فردية ده مش معناها ان كل البني قدمين بيملكوا نفس القدرات مظبوط قدرة حضرتك غير قدرة حضرتي غير قدرة حد تالت مظبوط اوكي كان فيه ناس بقى حاجة اسمع ليه من نفس الشعبي اللي هي المقولات التي ليس لها علاقة بالواقع بالعلم زي زي اللي احنا تربنا عليه اصل فيه ناس المخغى الايمن شغال الفصل الايمن عن الفصل الايصر وفيه ناس الفصل الايصر شغال عن الفصل الايمن وهذا ليس لها علاقة بالواقع تماما خالص واحنا تربنا عنده اصل هو معلش الجزء المين شغال اكتر من الشمال مش حقيقة الفص اليمين ليه شغل والفص الشمال بفصوصه كلها شغالة بحاجة تانية واللي اتنين بيتواصلوا مع بعض بنفس الحاجة طب هتقولي لي يا نور طب فيه فروف فردية طبعا فيه فروف فردية هي الكفاءة يعني مثلا هنقول هتقولي لي ليه مثلا السيدات بيحفظوا الطرق عن الرجالة هقولك عشان دي لها أساس علمي إن المادة البيضة الموجودة في المخ هي تحفظ المواقع أو اللوكيشن بس مش كل السيدات يعني بس هي النسبة الأعلى في رسم المخ بيحفظوا الطرق أكثر بس المادة الرمضية هي ليه علاقة بالآيكيو الزكاء ولحنا من الكلام عنيه النهاردة ليس علاقة بالزكاء قد أكون الزكاء مفروض من 90 إلى 120 والأكتب من الكريب أنت واو واحد عبقري ممكن يكون في 2020 أنت جميلة جدا طيب بس أنا برضو بتشتت طب أنا بنزل معه عشان ما نمشي علاقة بالزكاء المادة الرمضية هي ليه علاقة بالزكاء أوكي اشتركوا في القناة